الدرجة العظيم بالمتحف المصري الكبير هو إحدى قاعات العرض اللي بيتميز وتفرد بها المتحف المصري الكبير عن باقي المتاحف العالمية بيورد عليه مجموعة من أفضل وأضخم القطع الأثرية الثقيلة اللي بتجسد روائع فان النحط في مصر الأدي هي أنه هذه القطع الأثرية يا شازلي بتبدأ من عصر الدولة القديمة وحتى العصر اليوناني الروماني وبينتهي الدرجة العظيم بمشهد بانورامي مبهر الحقيقة بيبين أهرام الجيزة الخالدة بعد الانتهاء بنسبة كبيرة من جميع التجهيزات اضطرب الموعد الرسمي لفتتاح المتحف المصري الكبير اللي بيضم أكتر من خمسين ألف قطعة أثرية بتحكي عن حضارة مصري الأديمة هيئة المتحف الكبير أعلنت عن افتتاح الدرجة العظيم بداية من الأول من ديسمبر في إطار تشغيله التجريبي الدرجة العظيم بيشمل حوالي مية وستة سلمة بما يعادل ست طوابق وفيه خمسة وستين تمثال أو قطعة أثرية هو المتحف حلوة قوي وكبير وفيه حاجة كتيرة وإن شاء الله لما الحياة كلها تفتح هيبقى لذيذ قوي وإحنا زرنا الإكسبشن اللي كان بيحصل هنا وبجد الإكسبيريينس كانت حلوة قوي كنا حاسين أننا جوى العصر ده أنا فيها كتيرة ما كنتش عرفها بس لما قرأت الحاجات كان بجد حاجة حلوة قوي كان فيها عرض هنا شفته وكان كله وبجد كان جميل منصح الناس تجي تشوفه وتتعرف ع بلدها أكتر لأنها ما كنتش عرف حياة كتير وعرفتها دلوقتي بجد القطع اللي كانت معروضة في الدرجة العظيم بجد حلوة جدا وقيمة ويعني تخلي الواحد يفتخر أنه هو مصري يعني والعرض بتاعته تعنخة ممكن بجد حلو جدا والتكنولوجي اللي مستعملة فيها بجد حلوة وحسست الواحد أنه هو جوى الإكسبيريينس نفسه يعني يمتد الدرج العظيم لمسافة 64 مترا ويرتفع 24 مترا وعرضه 85 مترا في الأسفل و17 مترا في الأعلى فهو بمثابة طريق صاعد ككل الطرق الصاعدة التي صنعها المصريون القدماء لتمهيد بناء معابدهم وأهرماتهم والله أنا المتحف عجبني جدا هو بيعبر عن الحضارة بتاعتنا بشكل ممتاز وأنا مكنتش بتخيل أن أنا لقيب الجمال ده صراحة أنا كنت متحمس أول من ساعة الحفل بتاع المميوات أن أنا أجي وزور المتحف عشان شغلي برا وكده فأنا أول منزلت الأجازة بتاعتي جيت على طول على المتحف بحس أن أنا أشوف المتحف وأشوف الجراحات اللي معروضة فيه الحاجة معروضة بشكل كويس جدا صراحة الحقيقة المتحف حلو قوي التنظيم حلو قوي الانلاين QR كود كان جميل جدا وسهل علينا كتير الشو حلو قوي وممتع ومستنى إن شاء الله الفتتاح الرسمي بإذن الله إن شاء الله أني جي تاني بداية جميلة جدا المتحف حلو قوي الدزاين حلو والسبيس حلوة وإن شاء الله بإذن الله الفتتاح كمان بعد كده هيبقى الهولس أكتر والتجربة نزيزة إن شاء الله يوضح المتحف المصري الكبير مدى حرص الدولة على إبراز الحضارة المصرية القديمة والاحتفاء بمعالمها العريقة آخذة بذلك مكانة عظمى بين مختلف دول العالم أحمد الحسيني صباح الخير يا مصر أحمد الحسيني